موسيقى 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 السلام عليكم اليوم سوف ترجعكم كيف سوف نضبط إعدادات برنامج الكامتازيا نضبطها على الإعدادات الأمثال لكي نحصل على فيديو عالي الوضوح أول الشغلة أنه لما نصور أي فيديو يفضل دائما نصورها بتقنية الـ HD 1280x720 وبعدما نصور الفيديو نضيفه على برنامج الكامتازيا ثم نضيف الفيديو على تراك واحد أو تراك اثنين ما في مشكلة ثم نروح على خيار الـ Dimension اللي موجود عندنا في الأعلى اللي هو علشان نحدد أبعاد الفيديو طبعا نضغط على السيم ومنختار خيار الـ HD 1280x720 ثم نضغط على اوكي ونجي هاسا على الأشي المهم اللي هو كيف نصدر هذا الفيديو بأفضل جودة ممكنة رح نروح على خيار ونضغط على ونضغط على الخيار الأول ثم نضغط على السيم اللي موجود عندنا وننزل على خيار Add Edit ثم نضغط على نمط جديد للصيغة اللي نحن نحن نصدرها بإعدادات طبعا رح تكون جديدة نحدد الخيار الأول نوع الملف اللي رح نصدره ونضغط على ونعطي الصيغة اسم خلينا نسميها مثلا HD1 ثم نضغط على ثم نضغط على ثم نضغط على تبويب التحديد ثم نشيل الخيار أو نشيل التحديد عن وطبعا تبويب منخليه على الإعدادات الإفتراضية ثم نروح على تبويب اللي رح نحدد فيه جودة الفيديو اللي رح نصدرها لأنه خيار الخيار الإنكودينج مود هذا الخيار اللي هو مسحب المؤشر حتى مية في المية عند هاير كواليتي بعد هيك منضغط على نكست بعدين منضغط على فنش بعدين منعطيها كلوز وبعد هيك منحدد الاسم اللي عملناه من شوية اللي هو HD1 وبعدين نضغط على نكست ومنضغط على فنش وببدأ الكامتازيا بتصدير الفيديو بأعلى جودة ممكنة وانت كمان جرب الطريقة ورح تشوف انه في فرق كبير في الفيديوهات اللي رح تصير تصدرها باستخدام برنامج الكامتازيا وباستخدام هذه الطريقة باتمنى اذا استفدت من الشرح ما تنسى تضغط على لايك اسفل الفيديو واذا كنت بتشوفنا الاول مرة تشترك معنا في القناة تحياتنا الكم دمتم في حفظ الرحمن